سلام وأمان ورحمة عليك أي أن كان مكانك في هذه الأرض أهلا بك وأعزائي مشاهدين وحلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر كل سنة وانتوا طيبين مناسبة عيد الفطر كان لنا الكحك وكان لنا البسكوت وجينا النهاردة كل سنة وانتوا طيب يا فانوس كل سنة وانتوا طيبة يا أستاذ داليا عملت إيه في العيد؟ عملت حاجات كتير قوي 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 مش هارب عده لك إزاي؟ طبعا بعد عملت طول العيد أكل في كحك وبسكويت وغريبة وحلويات لما قلبست وبعد حكاية حكاية كلنا والله يا فانوس عادة هنأكل كحك وبسكوت وبتفور وزيدنا الحمد لله عايزين بقى بعد العيد خلاص دي آخر يوم في أسبوع العيد نبدأ بقى من الأسبوع الجاي نعمل ضايت يبقى ضايت ورياضة خلاص؟ ضايت ورياضة ورياضة وضايت ورياضة هم هم عافلين الجمات كده يفتحوها بيقولها يفتحوها خلاص الأسبوع ده ان شاء الله لا مش هيفتحوها عشان كورونا دلوقتي حالات كورونا زادت جدا وبالنسبة للأوزات دلوقتي طيب الأوزات دي لازم نشوف لها حلو هي بتزيد احنا دلوقتي عايزين نشتغل يعني أنا نهضة البرنامج بتاعة هيبقى كذا فكرة هيبقى أول فكرة هنتكلم عن الاستغفار وعلاقته بالمناعة احنا عايزين نشتغل عن تقويد جهاز المناعة لفترة الجاية لان دلوقتي الدولة بقى مش هينفى عندنا عاديين في البيت فترة وبعد كده لازم بقى الناس تشتغل احنا عايزين نتعايش مع كورونا ونحمي نفسنا بنفسنا هنحمي نفسنا ازاي طبعا هنرتزم بالتعليمات تلبس الكمامة ده اجباري الجوانتي اجباري وكمان عايزين نقوي جهاز المناعة ايه الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعة دي حاجة مهمة جدا جدا لان جهاز المناعة بتاعك لو قوي مفيش اي حاجة تقدر تهاجمك ولا اي فيروس طب ما تقول لنا كده هنه عليها ازاي؟ الحاجات المادلة كنت قلت عليها في الحلقات اللي قبل كده على تقوي جهاز المناعة الاكل الصحي ده مهم جدا انك تنان بدري ما تصهرش اه في حاجات كتير لازم نأتزم بها عشان نقوي جهاز المناعة بس اهم من كل الحاجات المادلة اللي كنت قلتها الطاقة الطاقة دي رقم واحد عشان تقوي جهاز المناعة للناس اللي بتاخد كورسات طاقة يا رية الفترة دي تتعلموا يعني ايه طاقة وتاخدوا كورسات طاقة عشان تفهموا لان انا هتكلم نعضة على الاستغفار وعلاقته بجهاز المناعة من ناحية الطاقية طبعا قبل ما عرفكم يعني ايه طاقة هعرفكم الانسان عبارة عن ايه اسمع بقى في نص عشان تتركز في الكلام ده اوكي الانسان عبارة عن نفس وجسد محاط بهالة النفس دي مشحونة روح محاط بهالة من الطاقة هالة الطاقة هي عبارة عن مجال هقول لكم اعنا عارسن كده انسان بسيط كده وايه افهمكم ازاي الانسان انا هو انا هو استنى بس يا فترة انسان او شخص هنفترض ان ده مثلا انسان او شخص حواليه هالة الهالة دي هي دي الطاقة الهالة دي عبارة عن ايه هي مجال بايو كهرومغناطيسي بيحيط بجسم الانسان هو مش لا يرى بالعين المجرد لكن هو بيتحس بالضبط زي التلفزيونات زمانة ما كنتوا بتحطوا ادكوا على التلفزيون على الشاشة كده بيطلع اشعاع كنا بنحس الاشعاع با هي الطاقة كده بالضبط طيب الطاقة دي ايه فايدتها او هي عبارة عن ايه بنستخدمها في ايه اي زنب انت بتعمله مفروض ربنا قال في القرآن اي زنب انت بتعمله بتستغفر ربنا طب الزنوب بتتسجل فين الزنوب بتتسجل في الهالة دي يا فنوس مركز معي اه مركز بيتسجل اي زنب بتعمله اي زنب بيبقى طاقة سلبية انت كده عملك طاقة سلبية هيستجلك في الهالة بتاعتك دي بيقى كله اسود اسود ممكن هالتك كلها تبقى سودة يا فنوس لو انت عملتو زنوب كتير ايه حضرة او احنا بقى عايزين نغير الزنوب ونخليها ايه طاقة ايه ايجابية طب نعمل ايه نستغفر ازاي الاستغفار والي احنا بنعمله طبيعي ده صัفة الله صامت بالسلحة ده صح لا دي بغبغة مش استغفار انا عايز استغفر يعني بعمل ايه فعل الاستغفار انا اللي باستغفر انا عايز اطاقة الغفران من ربنا عشان اشيل الزنوب اللي انا عملتها انا بتكلم عن الزنوب يعني انا لما بعمل حاجة خالص اقول استغفر الله العزيم ده مش كفاية لا مش كفاية أمال أعمل إيه ما أنت بتقول استغفر الله العظيم بس مش وعي يعني استغفر الله العظيم أنا عايزاك تبقى عندك وعي تاخد طاقة الغفران من ربنا ما هو الطاقة دي قلتلكه عبارة هالة محيطة بالإنسان فيه طاقت في الكون كتير بتاعت خاصة بقى بالكون وبربنا الطاقت خاصة بأسماء الله الحسنة يعني فيه طاقة الغفران فيه طاقة الكريم فيه طاقة الرزاق فيه طاقة الغني دي مالية الكون انت بتاخد التقاط دي من ربنا بتاخدها ازاي لو انت دارس طاقة هتعرف تاخدها ازاي مش دارس طاقة مش هتعرف تعمل حاجة انا هقول حاجات بسيطة ركز معي يا فانوس انا عايز اقولك طبعا الحاجات بيقولوننا زمان يعني كله بلح وعجبه وحاجات دي بتعمل هالا خوالين الجسم هل ده صح فعلا الاكل الاكل الصحي الاكل الصحي يا فانوس بيعمل هلاء ايجابية يعني ايه يعني بيديك طاقة ايجابية انت بصف هفهمك يا فانوس على الانسان ادي الانسان اما تيجي تاكل اكل غير صحي انت بتلوز منطقة المعدة وبتلوز منطقة ايه المعدة فبتبقى كلها اسود يبقى دي هالا كده انت بوزت الطاقة يبقى طاقة ايه سلبية دخلت لك من اكل غير الصحي سودة سودة يعني اه بتبقى طاقة سودة اما تيجي تجذب يا فانوس بتبوز منطقة اللي هي الفم أو كده ببقى طاقة سلبية إيدك إما تيجي تعمل حاجة غلط فعل غلط أوسوق غلط بتبوز المنطقة اللي عند الإيد ببقى طاقة سلبية كده أنت الهالة بتاعتك كلها بقت سودة الهالة بقت سودة الهالة السودة دي المناعة بتاعتها بتقل يعني أي فيروس ممكن يهجمك أي حاجة ممكن تجيلك طب نعمل إيه طاقة إحنا عايزين نستغفر بقى عشان نغير الطاقة السودة الطاقة السلبية بنبدلها الطاقة إيجابية بالاستخفار عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآيات القرآن والقرآن كله طاقة على فكرة معظمه طاقة اللي بيتدبر بيقول إيه الآية القرآنية بتقول إيه يا فنوس بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله معذب أنا عايزة بس أشوفه الآية عشان أنا مش حفظاها بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني إيه يعني بنا بأنا باستغفر ربنا آه لا لا ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أستغفر الله الرحيم من كل زب العظيم في آية في القرآن بتقول ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وأنت فيهم دي على سيدنا محمد بيكلم سيدنا محمد سيدنا محمد بتقطع علي قوي بتطقل علي قوي ما يكون إنسان نوراني أو نوره عالي قوي بيغطي على نور المكان فربنا ما يقدرش يعذبه عشان سيدنا محمد فيهم وفيه آية تانية ربنا بيقولها فيما معناها ان ربنا ما يقدرش يعذب اي انسان وهو بيستخفر يعني ايه يعني ايه ربنا ما يعذبش اي انسان وهو بيستخفر يعني انا لو حصل لي اي شيء سواء مادي او سلبي او نفسي اعرف ان انا عملت حاجة غلط ايه هي الحاجة الغلط انا ممكن اكون عملت الزم يعني انا النهاردة يا فنوس كان عندي الزاق عد تكلم نفسي اكيد انا عملت حاجة غلط اكيد في حاجة غلط عملت ممكن اكون عملت حاجة انا معرفش انا عملت ايه على فكرة بس ده قانون كوني يعني ايه ماهده اصلنا باخد الكرآن او ايات الكرآن باخدها زي معادلة بالظبط واحد زي اد واحد يسوي اتنين بدأ ما انا باستغفر صح ربنا مش هيعذبني ان انا باستغفر غلط ربنا ايه انت كده بتستغفرش يعني انا تستغفر مثلا بتتعذب بيحصل لها حاجات ما كده بمشمشين على كلام الكرآن طب ليه بيبقى انت كده ما بتستغفرش طب ازاي استغفرت صح يا فنوس الاستغفار بالظبط زي ما تروح تاخد دش تاخد شاور تستحمى يا فنوس يعني ايه استحمى فعل مش كلام مش بغبغة مش هده ان نقول استغفر الله بص يا فنوس تخيل ان انت واقف على مطر مطر دي عمالت مطر الدنيا ما تمطر شلالات المطر دي مش انت ما تقف تحت المطر انت كده تاخد دش تستحمى بتنضف يعني انت ما تخش تاخد دش تطلع بتبقى نضيف ولا مش نضيف ببقى فلا بتحس بانك نضيف ولا مش نضيف النضافة كلها طبعا الاستغفار كده بالظبط لو مش حسات الاحتاس ان انت انضفت يبقى انت ما استخدرت ببقى انا عايز اسألك سؤال ممكن اتفضل انا لاحظت يعني احنا كمسلمين بنلبس يعني دايما الشيوخ بنلبسوا لعمامة والطاقية وبرضو البسحيين في الكنيس بنلبسوا الغطاء اللي على الراس لاحظت ان اليهود كمان بنلبسوا زي طاقية صغيرة كده في وسط الدماغ ليه؟ وانا لابسة ده ليه؟ اه فانا عايزة اعرف الغطاء ده هالنور انا مش لابسة كحجاب ولا كده خالص اه انا لابسها في علم الطاقة ازاي بقى انا عايزة فهم ده اه علم الطاقة في حاجة هنا اسمها الطاقة النورانية لو انت مذكر لو انت فاهم طاقة ا اه مثل بتاع السودة دي برضو عشان يحمي الطاقة النورانية بتقول يهود بيلبسوها عشان يحموا الطاقة النورانية انا برضو لابسها عشان كده على فكرة مش موضوع يعني الشعر والكلام ده خالص انا يعني ايه ده موضوع تاني مش هتكلم فيه دلوقتي وانا لابس برضه هو بس انت لابس مش حالف انت لابس ليه فانوس أصلا اصلا انا بحب اغط راسي شوف الاية القرآنية دي بقى فانوس بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم باموال وبنين يمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهار يعني انا لو استغفرت ومش حصل لي الحاجات دي اللي هو اموال وبنين وانهار ويجعل لكم جنات في الارض منتكلم على جنات الارض جنات الارض وانا ما استغفرتش صح واحنا كده ما بنستغفرش بازم يحصل لك الكلام ده عشان فعلا يبقى انت استغفرت الحاجة الوحيدة اللي بتخسل الزنوب تماما فعلا فعلا وتكتع عالية جدا 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 وفعلا زي اكن يوم ولدتك امك هو الحج الحج ده حتى الانسان ما يروح لحج بيرجع اكنه لسه مولود اول ما يعمل حاجة بسيطة كده معصية او زنب خلاص كله بيروح فيبدأ يستغفر طب بس واللي ما يقدرش طيب انه ما عندوش استطاعة دلوقتي انه هو يحج مسلا هم هم مش يعني زنوبه دي كلنا هم بقولك واحنا هنبدأ نستغفر اهو بس قبل ما نستغفر لازم نعرف الفرق بين السيقات والزنوب لان ربنا بيخفر الزنوب كلها اي زم بيخفره عملت فحشة زي الزنة ده زم زم بينك وبين ربنا هيخفره انا عايز اسأل سؤال طب هل الاستغفار بيمحي الكبائر يعني هل لهم عملت حاجة كبيرة طبعا طبعا واستغفرت ربنا الكبائر زي ايه الكبائر زي ايه عندك ايه ايه في وجهة نفذك ايه الكبائر يعني مثلا عقوق الوالدين مثلا قطع صلاة الراحم الحاجات اللي حاسن ايه حاجة كبيرة او 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 دي بقى قديم مش اسمعها زنوب دي سيقات بقى الحاجات اللي بينك وبين البشر اسمها سيقات الحاجات اللي بينك وبين ربنا اسمها زنوب يعني الزنا ده بينك وبين ربنا دي حاجة بينك وبين ربنا انت مثلا عملت مع واحدة وانتو بلسين ربجين بكده خلاص ده بينك وبين دي فحشة من كبائر ده تستغفر ربنا عليها تستغفره جامل مثلا الكذب ده بينك وبين ربنا اي حاجة الاكل غير صحي على فكرة ده زم يعني انا ما اكل اكل غير صحي ودمر جهازي او دمر نفسي بالاكل ده او اصهر طول الليل ودمر جهاز العصبي ده زنب دي من الزنوب اللي ربنا بيحاسب عليها لازم استغفار لان ربنا مش بديك جسمك ولا بديك نفسك عسان تدمرها دي امانة بس انا طول العيدة عملين ناكل في كحكي وبسكويت وترمس وقرمشات وكل حاجة دي اه ما انا كلت برضو ما انا كلت وبستخفر ربنا دلوقتي الانسان بيعمل حاجات غلط كتير وانا بعمل من ضمن الحاجات اللي بعملها برضو بعمل حاجات غلط وانا معرفت حاجات عادية بس لازم استغفر ربنا انا بقول ليه قعدة البيت قعدة البيت صعبة بتخلي الواحد بيعك في الاكل ويقعد ياكل شكولاتات ياكل حاجات كتير هنعمل ايه ما احنا عادية في البيت ما هو ماشي يا فانوز انت قعد في البيت تتسلف اي حاجة اقرأ كتاب يا بابا مش كله اكل 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 طول الوقت عود اعرف كتب ايه المشكلة يعني صقف نفسك العلم ده مهم انت بقى لازم تسيطر على الشهوة اصلا شهوة الاكل دي شهوة برضو زي شهوة الجنس زي الشهوات دي نوع مش شهوات لازم تسيطر عليها وتعمل عليها كنترول انا ما بسيطرش عليها احنا دلوقتي احنا دلوقتي بنتكلم عشان نقوي جهاز المناعة عند اننا ناكل وجهاز المناعة يقل واندمر نفسنا وفيروس كورونا يهاجمنا لأ احنا المفوض نحارف فيروس كورونا دلوقتي المحاربة الوحيدة الفيروس كورونا دلوقتي هو جهاز المناعة على فكرة لانه ما فيش دواء ما فيش لقاح ايه الحل طب قوليلي اول مصحى من النوم قدر اعليه ازاي كده في الداية اليوم يا ربوك نعليه ازاي بص تركز معي بقى شوية على موضوع الطاقة ماشي ماشي قبل ما اتكلم عن الطاقة وازاي نستغفر صح عايزين نعرف الفرق بين الزنوب والسيقات ان الزنوب ربنا بيخفر السيقات لا تخفر الا بالحسنات يعني حتى ربنا بيقولك الحسنات يذهبن السيقات ده معروف كده ازاي انا عملت سيقا انا ضربتك يا فنوس دلوقتي دي سيقا الله سامحي شتمتك قبتلك يا حمار شو لذنوب من علي دي سيقا كل دي سيقات طيب انا بقى انا ازاي اطوب سيقات دي بيني وبينك انت لازم تسمحني يا فنوس انا بقى هاجد حسنات ومش هسمح اه انت تسامحني لو سمحتني خلاص سيئة كده روحت لكن افد ان انا ضربت واحد ولا عملت له حاجة وشة ومش سامحني اعمل ايه اعتذرت له برضو ومش عبرني خلاص سوى كده عنده كرامة فيه ناس بقى عشان برضو ما هو فيه ناس مثلا مش هتسامح خلاص ما فيش مشاكل انا هعملها موت نفسي يعني لا اطلع صدقات كتير بنيت ان ايه ان انا اعملت حاجة غلط دي حسنات انا ما طلع صدقة دي حسنة فالحسن هتروح هتخلي ربنا يمحو السيئة زي ما تكون بمسحتها باستيكة بالظبط الله حاجة جميلة او شبايت فالحسنات تظهبنا سيعمل اعمال صالحة في الارض يعني مثلا اقدم برنامج زي ده وافيد الناس واقول للناس معلومات كويسة ده عمل صالح اما اطلع صدقات ده عمل صالح اي عمل صالح على الارض بيذهب السيئات اللي انت عملتها دي حاجة مهمة جدا عشان دي بينك وبين الشخص مش بينك وبين ربنا اه عايز ايه يا فانوس ايه العمل الصالح اللي احنا ممكن نعمله دلوقتي في وقت كورونا بعد العيد عشان نبدأ نفكر في دلوقتي ونقول للناس تعمله اعمال صالحة كتير يا فانوس انا انا عضر اعمل ايه انا بقولك اما تساعد الناس الغلابة ده عمل صالح اما تطلع صدقات كتير ده عمل صالح اما تفيد الناس وتعمل تديهم معلومات ده عمل صالح اما تساعد الناس ده عمل صالح اما تقول للناس حسنة زي ما ربنا قال يعني ما تشتمش حد ما تعملش غيبة بلاش نميمة ده عمل صحيح خلي بالكم الغيبة والنميمة من السيئات دي بتلوس الطاقة برضه طبعا كلنا بنعمل غيبة ونميمة من غير ما نحس أنا ممكن أجي سيرة إنسان من غير ما أخد بالي دي تحسبت علي سيئة فلازم أطلع حسنات كتير وأطلع صدقات بنيت ربنا يمحوا هذه السيئات يعني أطلع صدقات الفطر اللي جاية أه طلع صدقات كتير وتستغفر بقى ربنا عشان الزنوب لأن الزنوب قلنا إيه بتلوس الطاقة إحنا عايزين طاقتنا تبقى بيور تبقى طاقة إيجابية عشان مناعة الجسم تزيد طاقة كل ما كانت الطاقة نورانية مش كان الرسول بيقول في حديث كده دعاء كان الرسول بيقول عطول اللهم أجعل أمامي نورا وخالفي نورا وفوقي نورا ويميني نورا ويساري إيه النور ده؟ مريض طاقة النور ده هو دي الطاقة طاقته نورانية الهالة بتاعته كلها نور مش ملوثة بأي تقاط سلبية لأنه هو بيطبق تعليم الكرآن فهو ماشي نور على الأرض ماشي نور على الأرض يعني إيه؟ يعني ما فيش أي فيروس يهجمه خالص منعته عالية جدا جدا فالطاقة حمياء يعني الكرة اللي أنا بيقول لكم حولي الإنسان دي دي الطاقة بتحمي الإنسان بتحميه بتحميه لو هو إيه؟ لو هو طاقته إيجابية ماشي صح والطاقة دي كمان يعني فيه ناس بتقول إن غالباً ها هو ده كتاب بتاعك لأنه مسجل عليه كل حاجة يوم القيامة ربنا فيه كتاب ربنا يدهولك مسجل عليه كل الزنوب اللي انت عملتها وكل الإيجابيات اللي انت عملتها سواء خير سواء شر كله متسجل في الهالة دي فالهالة دي مجرد إن انت بقى بتستغفر ربنا وبتشيل الطاقات السلبية اللي فيها خلاص بتتمحي كلها تماما بتبقى طاقتك إيجابية طاقة نورانية بتحميك بتحميك من إيه كمان الطاقة خلي بالك يا فانوس الطاقة لو إيجابية بتحمي من الحسد يعني كل ما طاقتك كانت نظيفة مش ملوسة ما فيهاش ذنوب ما فيهاش حاجات وحشة بتحمي من الحسد لأن الحسد ده برعاً طاقة سلبية بتخش عليك لو طاقتك أصلاً سودة الحسد هيجيلك عدوها بتحسد بسهولة فدي حاجات كنت عايزة أوضحها نقول بقى الاستغفار بقى يا فانوس ركز بقى معاي في الاستغفار شوية انت معاي؟ اوه معاي ركز كده يا فانوس بغمض عيني عشان استغفر صح بقى بغمض عيني واخد نفس عميق وتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى منزل شلالات من النور من السماء منزلها علي بيسمعها طاقة الغفران منزل الغفران وانا بتخيل ده لازم يكون عندك وعي جداً الاستغفار وعي عالي انت بتاخد دوش دلوقتي انا مغمض عينيق من كل الطاقات السلبية لجواك غمض عينك اما تيجي تغمض عينيق بقى النفس هي اللي شغلة دلوقتي بتصال روحاني بربنا سبحانه وتعالى هتلاقي الطاقة دي نزلت نظفت كل جسمك تتخيل كأن جسمك كله بيتغسل من اي زنب انا عملت ويريت تفتكر الزوك كمان انا عملت مبارح كذا انا مبارح كذبت فانت متخلن ربنا طاقة الغفران عمالة تخسل كل الزنوب اللي في جسمك مركز يا فانوس اه مركز مغمض عينيق انت لو وصلت للحالة دي كل يوم تاخد استغفار كل يوم تستغفر صح بقى مش تستغفر استغفى الله استغفى الله استغفى الله انت مش عارب بتقولي اساساً لا تستغفر صح زيانا بقولت تاخد دوش بالاستغفار كل يوم هتضرب عقلك الاسبول اولا يبقى صعب لو وقت معين يعني في اليوم حوالي عشر دقايق امتى يعني عشر دقايق اي عشر دقايق في اليوم بس يستحسن قبل شروق الشمس بس في اي وقت على فكرة يعني قبل الفجر مثلا انا بحيب بعمل التمارين الطاقة ساعة بعد سلط الفجر على طول قبل شروق الشمس قبل شروق الشمس بس عموما في اي وقت عادي يعني انا مثلا ساعاتي فانوس بكون ماشا كده بكون باتخبط في رجلي اتخبط خبط عداية طب ما هو خبطة دي بقى في حاجة انا عملتها غالب اه بعاقب نفسي كده فانت تستغفر ربنا اول ما تتخبط في اي حاجة او يحطلك اي حاجة او تحس بقلم نفسي استغفر ربنا واستغفر وخد طاقة الغفران من السماء بالوعي بتاعك ان اتا تتخيل ان طاقة الغفران دي نازلة تغسلك هو ده الصح مش هستغفر كده بغبغة طب عشان كده بيقول المطرة بتغسل البناء ادم يعني ما سمعت ان المطرة دي الماء بتاعها ماء جميل بيغسل البناء ادم من الزلوب ومن كل حاجة ده حقيقة المطرة المطرة مية من السماء بس بيقولوا لا انا بص يا فانوس مش اي حاجة الناس بتقولها انا باخدها خالص لازم افكر فيها وتدبر فيها واقول اي جات منين وازاي وليه ده طبيعتي زي سيدنا ابراهيم ما كان بيعمل سيدنا ابراهيم كان عايش وسط الكفار واهله كلهم كانوا بيعبودوا الاصناع بس هو الوحيد اللي كان بيفكر حتى ربنا في القرآن كده ملت سيدنا ابراهيم ملت سيدنا ابراهيم بأحسن الدين عند ربنا اللي هو انسان بيفكر ويتدبر مش يبقى انسان تابع ما انفعش تبقى تابع اساسا سيدنا ابراهيم ما كانش تابع قوم خالص كان مع نفسه قاعد عالجبل قاعد يفكر لحد ما ربنا هدا لان ربنا هو اللي بيهدي يهدي الله من يشاء ربنا هو اللي بيهدي انت عايز تتهدي وعايز تعرف الحية ربنا هينور بصيرتك الحية انت بنكز معي يا فانوس اه ده بالنسبة للإستغفار طب بالنسبة لتعليق جهاز المناعة ما هو احنا يا فانوس ما هو استغفار علاقة الاستغفار بتعليق جهاز المناعة انا مجرد غسلت نفسي من الزنوب من الطاقات السلبية اللي في الجسمي جهاز المناعة أوتوماتيك بيعلى انت اصلا مجرد تطلع من التمرين ده بتاع الاستخفار من الطاقة الغفراء اللي انت خدتها من ربنا تاقي جهاز المناع بتاعتك مناعك عالي جدا وتبدأ بقى تعمل حاجات خير كتير هتلاقي اول جهاز المناع والاعمال الصالحة بتاوي جهاز المناع ده طاقيا انا بتكلم على طاقيا مش مديني الطاقة اقوى بكتير من المادة اصلا على الاخبار لكل يوم وانجالات لبطني كل يوم اشمع العدد عمالة تزيد 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 وانا خايف قوي بيني وبيني حتى كنت جال ببنامج اوعى تخاف الخوف 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 والتوتر والقلق بيقل الجهاز المناع فاوعى تخاف نهائي خليك وصلك في ربنا مؤمن بربنا انا قبل كده اتكلمت في الموضوع ده ما فيش حاجة اسمها خوف حتى لو الدنيا كلها كورونا ما تخافش ربنا هو اللي حميني واخرتها ايه فاحنا في الاخر هيحصل ايه يعني في الاخر ايه اخريتي ايه اخريتي كده كده انا هموت وربنا هيحاسبني انا عملت ايه في الدنيا ده اختباري في الدنيا اموت ازاي انا معرفش بس انا مؤمنة ان انا لحد اخر لحظة في حياتي بعمل خير يعني في حديث على الرسول ولا ما اكون انا معرفش ايه بالضلطة عشان ما شافتي اللي في ايده اي حاجة ويوم الايامة دلوقتي يزرحها لو في ايدك فسيلة يزرحها صح ولا لا صح ويوم الايامة دلوقتي يعني طول ما انت عايش تعمل اعمال صالحة وما تخافش اني الخوف ده من الشيطان والخوف بيخليك تبعد عن الطريق الصح انت ما مركز معي يا فنوس اه بس الكتر الاخبار اللي احنا بنسمعها ليلة ونهار دي ما بتأثرش علينا اكيد بتأثر علينا اما كل يوم يقولوا في تزايد في الارقام بتاعت كورونا بس يا فنوس الناس اللي بدي انها بقى تركز مع الاخبار بتسمعش الاخبار خلاص انت احمي نفسك وخلاص وعيش مع ربنا والدنيا هتبقى جميلة يعني ما فيش حاجة انا ما بسمعش الاخبار اول باول يعني اصلا انا ما يخصنيش كورونا زادت الناس زادت الناس ماتت الناس عاشت انا ما يخصنيش برضو انا عايشة مع نفسي عايشة مع الهي اللي خلقني بقى ربنا خلقنا لغرض عايشين عليه بنعمل اختبارنا في الارض ما ليه نعوى بقى بالحوالية انا ركز مع الحوالية ليه ما ركز في نفسي ما ربنا بيقول عليكم انفسكم لا يضركم ما انضل اذا اهتدايت انت كده كده ركز في نفسك لن يغير الله ما بيقاوم حتى يغيروا ما بانفسهم بس ما تخليش حتى يخوفت الافكار هي مشكلتنا كلها في افكار وافكار سلبية هي دي اللي بتعمل الطاقات السلبية اللي حوالينا ودي بتقال جاز المناعة الفكرة ممكن تدمر انسان فكرة ممكن تدمر انسان بس والفكرة السلبية من الشيطان هو ده الشيطان ربنا قال لا تتابع قطوات الشيطان يعني اكون واصق في نفسي ومستعد لأي حاجة طبعا واصق من نفسك الحياة لعبة انا باخدها كجيمز هي كده كده جيمز وفي الاخر بيتقال لي جيم اوبر معرفش هيتقال لي جيم اوبر امتا بس هي جيمز فلازم كل الناس تاخد الحياة كأنها لعبة صح ولا اي يا فانوس اه طبعا صح بس وتكون مستعد مستعد في اي لحظة هنصلع فاصل يا فانوس ونرجع تاني